شنهو العامل المشترك ما بين الواوي مي 20 الواوي مي 20 برو الواوي مي 20 اكس الهونر فيو 20 الواوي P30 الواوي P30 برو الواوي مي 20 اكس 5 جي و الهونر 20 برو يعطيكم الصح والعافية معاكم احمد بوعيك العامل المشترك من بد هذه التلفونات كلها انها تغريبا نفس التلفون ليش اقول لك نفس التلفون لان المواصفات راح تكون متقاربة ما بينهم بشكل وايد وايد كبير القلب ما كلها التلفونات هذه اللي ذكرتها باول الفيديو راح يكون معالج كرين 980 وهذا مو معالج سيء مبني على المعمارية 7 نانو متر من افضل المعالجات الموجودة اليوم على هواتف ذكية التجربة لهم راح تكون نفسي شيء اذا كانت على تلفونات واوي اي هي ايموشين واي الموجودة على تلفونات اونر اي هي ماجيك واي المبنية اصلا على ايموشين واي فنفس التجربة تماما ما راح تحس انك انت قاعد تستعمل تلفون مختلف وبعدين لغة التصويم صارت متشابهة ما بين تلفونات اونر وتلفونات واوي وبالتحديد لما تتكلم من شعور اللي انت تحسها تجاه التلفون مرات تنسى ان انت تستعمل تلفون واوي او تلفون اونر بسببت ان التجربة وايد مماثلة من ناحية الاداء مال التلفون والتجربة ككل مالة النظام التشغيل وهذه امور ما تعتبر سيئة للامانة اذا شركة واوي تقدر تنزل هالكثر فلاكشبس بسنة واحدة لان هذا اداء التلفونات تعطيك اداء جدا جدا مميز وتلفون اونر 20 برو الشركة سعرت لك من فئة التلفونات المتوسطة سعر التلفون راح يكون حروة ال 500 دولار امريكي راح تحصل الاتي ذاكرة تخزينية 256 جيجابات ذاكرة عشوائية 8 جيجابات شاشة 6.3 بوصة تقريبا مبنية على IPS بانل LCD اربع كاميرات فعلية ولو واحدة فيهم راح تكون TOF اساسية 48 ميجا بيكسل 16 ميجا بيكسل زاوية عريضة 8 ميجا بيكسل تلفوتك و 2 ميجا بيكسل سوبر ماكرو عشان تقدر ان تتقرب وايض بالمتجسم اللي تريد تصوره بدون لا تفقد اي نوع من الحدة او التفاصيل كاميرا امامية من ناحية الثقب والشامل ارجعت مرة ثانية من بعد الانور فيو 20 راح تكون ب 32 ميجا بيكسل قاعد تتكلم انت خلطت كاميراتي هنا وايد وايد تخوف بطارية 4000 ميلي امبير وبصمة موجودة عندنا هنا على جنب انقلولك ياها من الخلف اللي كانت موجودة على الانور فيو 20 عشان تحسن لك التجربة ويعتبر هذا التليفون للامانة واحد من اصغر التليفونات الموجودة اليوم بالسوق بسبب استغلاله حق الابعاد والمساحات الموجودة والشاشة الكبيرة اللي تقدر تتعامل معها بيد واحدة بشكل وايد وايد سهل فملغوم التليفون من ناحية المواصفات ويعطيك تجربة جدا مماثلة مرة ثانية حق تليفونات وايد اغلى منها نفس الواوي بي 30 برو نفس الواوي مي 20 برو وواوي مي 20 اكس وغيره من التليفونات اليتيك بسعر اغلى منها بس تعطيك تجربة جدا جدا مماثلة فشنو الي راح يميز هذا التليفون من بدي التليفونات الثانية تم ذكر الشي السعر مقابل شنو انت راح تحصل وبالامكانيات الي موجودة هنا على الشغلات الي ركزت لك اياها شركة اونر مع هذا التليفون راح تكون لغة التصميم واداء الكاميرات وخبر لشو شي مع الكاميرات 48 ميجابيكسل الموجودة هنا مع ذكاء الاصطناعي الانفعل بس بدون البراندينج مع شركة لايكا يعطيك تصوير وايد وايد حلو بجميع الوضعيات للامانة قاعد تلقى صورة ورا صورة قاعد تلتقط بشكل جدا جدا مناسب تفاصيل زيادة حدة كافية تشبع من ناحية الالوان قاعد تحس ان هي طبيعية بس بس بنفس الوقت مع الدلة بشكل بسيط اقل واهدى من الممكنة تحصل بتلفونات هواوي مع تدخل شركة لايكا بس بنفس الوقت مرضي من ناحية التشبع الالوان اللي يعطيك اياها زيادة والفواقع اللي انت ممكن تشوفه على شاشة التلفون وتحس ان الله صورة وايد وايد حلوة وهالتجربة هذي هم تنتقل حق الكاميرا الامامية وفيه شغلات معينة الا حتى لما ييت اصور بوضعيات معينة تعطيني حدة حتى اكثر من التلفونات الثانية الموجودة بالسوق اللي يتيك بنفس التجربة الموجودة اهني بالتحديد قاعد تكلم اكيد ناس وايد راح تقارن الكاميرات مع الواوي بي 30 برو فليش لا خنقارنهم اغلب الوقت لو ما كنت انا ادري من اي تلفون مصور ما لاحظ فروقات ما بينهم لها الدرجة كاميرا هذي التلفون ممتازة بس الشغلات اللي راح تفقدها اللي راح تحصلها على سلسلة الواوي بي 30 هي طريقة الزوم وان ان انت فعلا ما تخسر اي نوع من الحدة او التفاصيل لما تي تسوي زوم الواوي بي 30 برو يدعم لك تلفوتك لانس تعطيك ليه 50 مرة ديجيتال زوم وفعليا خمس مرات اوبتيكال زوم وعشر مرات هايبريد ما بين الاوبتيكال وما بين الديجيتال هذه الميزة مو موجودة على التلفون يعتمد لك على 30 اكس ديجيتال زوم يعني يسوي لك زوم 30 مرة بس كلها راح تكون رقمي فما راح يكون في عندك انت حدة كافية ما راح يكون عندك انت التفاصيل اللي ممكن تلتقطها بعدسة تكون فعلية فيها اوبتيكال زوم الموجودة على الواوي بي 30 برو بس لما تي تتكلم عن عدسات الاساسية ما بينهم الواوي بي 30 برو مع الاربعين ميجا بيكسل اللي موجود عليه يعطيك تفاصيل وحدة جدا ممتازة وهنا عندنا احنا اساسية ثمانية واربعين ميجا بيكسل فيعطيك هم بعد تفاصيل وحدة وايض ممتازة فلما تي تطالع صور ما بينهم نادر جدا انت تلاحظ فروقات بس هذا التليفون راح يمتاز على الواوي بي 30 برو بميزة السوبر ماكرو مود مثلما الواوي بي 30 برو راح يمتاز بميزة فهني لازم انت تختار تابع تليفون يكون في زوم قوي خليك على البي 30 برو اذا تابع تليفون يعطيك وضعيات مختلفة من ناحية السوبر ماكرو انت تكون موجودة اخذ الانر 20 برو وسجلنا عدد البيكسلات ما لها قليل بس عادة لما انت تكون تصور شيء قريب التفاصيل انت تحتاجها ما لها علاقة بكثافة البيكسلات كثرة ما لها علاقة بحجم البيكسلات وش كثرة اضاءة تقدر يدخلك كونك متلاسق بالمجسم انت تصورها ومرة ثانية تعطيني تصوير ممتاز وافضل وضعية ممكن تكون عليها انك تبعد عن المجسم انت تصورها بحدود الخمسة الى عشرة سانتي عشان تقدر تحصل افضل نتيجة ممكن من عدسة السوبر ماكرو الموجودة هنا فككل اداء الكاميرات على الانر 20 برو وايد وايد ممتاز اذا انت كنت بيتليفون عشان تصور فيه حتى التواصل الاجتماعي اذا ما صورت فيه بالانستجرام ستوري على سبيل المثال الناس وايد كان عاجبها الصوت والصورة انصح بهذا التليفون وبشدة الشيء الثاني اللي كانت مركزة عليه هو اللغة التصميم وبالتحديد التقنيات اللي يستعملونها شركة اونر علشان يعطونك الالوان اليديدة وطريقة الميلان اللي انت اللي تحصله لما تستعمل تليفوناتهم الحين التليفون اللي موجود عندي هنا لون الازرق مع ان انت لما تشوفه تحس انه كأنه مائل على لون السايان او لون الاخضر او حتى لون التيل بشكل اكثر بس هذا هو لون الازرق في لون ثاني راح يكون اسود مائل على البنفسجي واثناناتهم متوفرين عندنا احنا باسواق العربية فراح تقدر تحصل التليفون اللي تبيه باللون اللي تبيه واثناناتهم راح يبولك تقنيات يديدة من ناحية شون اوما يستعملون لك النانو كوتينج تكنولوجي حق عدد الطبقات مالوت الزجاج وشون يستعملونهم مع الكورنرينج حق لثري دي غلاس انه يعقول الكيام من كل صوب عشان ما تمسك التليفون تحس انه اوه ملائم وخفيف وصغير وتقدر توصل حق كيشة بتسويه بايد واحدة وفعلا هذا اللي انا حسيته وشي ثاني عشان يعطيك التصميم المختلف اللي موجود هنا من الخلف وهذا شي يعتمد مرة ثانية على الذوق انا اشوف شكل تليفونات عونر للامانة تتميز عن باجئة التليفونات الثانية واضح انه اوهما قاعد يستهدفون الشباب اكثر بالالوان اللي قاعد يساونه بالتصاميم وتركيزهم حق الشغلات نفس اداء كاميرا نفس تصميم عشان يحسسون كلنا التليفون يكون هب شباب بس مو معنات ان التليفون ما راح يكون فيه عيوب فيه شغلات ناكسة التليفونات الثانية راح تحصلها مثل مثلا ذاكرة خارجية مو موجودة على التليفون مقاومة الماء للغبار مو موجودة على التليفون فتحت ثلاثة ونصف ملي للاسف تم ازالتها ما راح تكون موجودة على التليفون احنا راح يشحلك التليفون بشكل سريع بس اثنين وعشرين واط ونصف ما عندك انت شاحن السريع نفس اللي تحصل على تليفونات واوي نفس اربعين واط او خمسة واربعين واط واحدة من الأشياء اللي ما عجبتني بلغة التصميم وهو البروز مال الكاميرا تطالع وايد اكثر من المعتاد ولان البروز حاط لك وايد اشياء موجودة فما اخذ حيز اصلا من ظهر التليفون لما تيتحطها انت على سي السطح السيدة نهائيا ما ياثبت نهائيا مستحيل انه ياثبت اتوقع هذا شي راح تقدر تحلها بكل بساطة لما تراكب لك كاور بس اذا تستعمل تليفون بدون كاور او بتحط له بس سكن هذا شي ممكن يزعجيك من الشراط الثاني اللي عجبتني هم بعد بالتليفون اوهو اداء البطارية 4000 ميلي امبير موجودة هني على شاشة 6.2 بوصة FHD Plus فانت ما عندك استهلاك فعلي حق البطارية ففوق ست ساعات ونصل سكرين انت متقعد تضحك على هاي PS LCD وهذا الشي للامانة شركة واوي تتقن لك بشكل وايدي كبير وشركة اونر تتقن لك بعدي بشكل اكبر كونانا يقمت لك التطبيقات ان انت ما تستعملها بشكل وايدي كبير بس هذا مو معنات ان الاشعارات ما راح توصل لك نهائيا لا بالعكس راح تستوعب انك انت راح تستعمل التليفون وتضغط عليه بشكل وايدي كبير تالي الليل قبل اتنام تلقي فيه بعد اربعين بالامية او خمسة ثلاثين بالامية وردي معطيك هو سبع ساعات سكرون انتايم هذا شي جدا ممتاز وما تحصل التليفونات وايدي كثيرة وسلسلة اونر اتمنى ان هذا الشي ما يتغير عندهم ودائما يعتمدولك على هذه الشغلة ان اداء البطارية يتم قوي موجود عندهم فبالنهاي لما هي اوازن الناقص مع الشغلات الموجودة بهذا التليفون اقدر انصح فيه وانا منضمن ومرتاح لانا يعطيك تجربة جدا ممتازة مقابل السعر اللي انت راح تحصله قاعد تكلم عن اداء كاميرات قاعد تكلم عن اداء بطارية واداء التليفون ككل كون ان المعالج اعتبر وايد وايد قوي احنا نظام التشغيل تحفظ عن هذا الشي كل ما يدري انا شعوري تجاه ايموشن يو اي بس راح يتحدث المفروض يكون من تليفونات اللي يوصل حق ايموشن يو اي اصدار العاشر او ماجيك يو اي اصدار الثالث اللي راح يكون مبني على اندرويد كيو واذا ما شفت التليفون وانا قارن النظام جدا عدلته شركة واوي وبالتحديد حتت لك شغلات وايد كثيرة علشان تقدر تخلي لك التجربة تكون معززة بشكل افضل يشبه وان يو اي من شركة سامسونج بشكل وايد كبير فرح تحصل صفقة مقابل حتى تجربة واخيرا انا قمت ان اتقبلها على تليفونات نفس السلسلة الانر 20 برو فرابع تليفون اراجع من هذه السلسلة ورابع مرة انصح بهذه السلسلة وهذا التليفون بعد خوش تليفون خوش تليفون وبس سامن على الطالة الكسور سلامتكم تعيشون احمد بعركي فم الله الكريم